انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حجد العتبات الأول في مدينة كربلاء المقدسة وتضمنت عقد عدد من الورش التدريبية في مختلف الاختصاصات ألقاها مدربون متخصصون في مجالاتهم وشهدت حضور قيادات التشكيلات الأربعة ومقاتليها اليوم طبعا برنامج كثيف جدا هناك مؤتمرات عدة لعله أكثر من خمس ورش في آن واحد نحن الآن في موقع مجمع سيد الشهداء تابع لعتب الحسينية حيث ورشتين ورشة للميرة ورشة للقانونية نحن نتكلم الآن في ورشة الميرة في قوات حجد العتبات اليوم استضفنا السيد معاور رئيس أركان الجيش للميرة السابق الفريق مرضي كان الهدف من هذه الورشة مناقشة معضلات ومشاكل هذه الوحدات مع الدورة المستندية بالشكل العام ورشات صباحية عقدت في أماكن متفرقة تابعة لعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية إلى جانب ورشات مسائية تخللتها جلسات نقاشية وحوارية تهدف لأتبادل الخبرات ووضع عاليات محددة للوصول إلى توحيد الرؤى بين هذه الألوية تدأت الورشات التي احتضنتها العتبة الحسينية والعتبة العباسية المقدسة بالتحديد في قاعاتها وكذلك في أماكنها الخاصة لهذه الندوات كانت هناك عدد من الندوات منها ندوة الاستخبارات والأمن وكذلك كانت هناك ندوة الإعلام والعلاقات وندوة الميرة وأكيد التوجه الديني كان له ندوة كبيرة فتحت أبوابها أمام مجاهدي التشكيلات الأربعة لإنتاج فكر حسيني إن شاء الله وكذلك جهادي باتجاه حماية العراق طبعا هذه النقاشات وهذه الندوات وهذه الورش تضمنت حضور أكاديمي مختص بهذا الشأن ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار حجز العتبات حاضنة الفتوى وبنات الدولة من أجل إيصال رسالة واضحة للعالم أجمع أن حجز العتبات الذي لبى فتوى المرجعية الدينية العليا هو حاضر في كل وقت كقوة ساندة مع القوات الأمنية لحماية العراق ومقدساته